سيداتي سيداتي أعزائي المشاهدين مرحباً و ألف مرحباً بكم من جديد مع تاريخ في العروض العقارية المختلفة و في الهميزات العقارية ماذا يأتي لكم اليوم؟ يأتي لكم شقق تنافس الشقق الراقية يأتي لكم تماماً ببتداء من 460 ألف درامناع ببتداء من 46 مليون و ليس غير هذا الشقق الذي أأتي لكم أملاك مشاركة التي لا يمكن أن تسافل منها والشقق كيف؟ لأن لديك الحق في استغلال مرحباً بالسيارات في انتحة السيارة لك؟ و كذلك يوجد مكتب أو مدينة المكتب أو مدينة المكتب التي تستفيد منها لأن الناس لا تستفيد من هذه العمارة أو السكان إن شاء الله سيكون في هذه العمارة أقول لكم أعزائي المشاهدين أتواجد بكم اليوم بمدينة مكناس مدينة التنافس الإيجابية مدينة العروض العقارية الرائعة ماذا تبقى؟ لماذا تبقى؟ لماذا تبقى؟ لماذا تبقى؟ لأن هذه العروض العقارية مطلوبة و تبقى 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 أريد أن أعلمكم في الأول و إن شاء الله سأعلمكم فيديو لاحظ عندي بالنسبة للهندسة العقار فهي كالتالي ما تخلى الرئيسي هو هذا أما بالنسبة للشميشة فالعقار لديه نجي في الواجهة الشرقية و في واحدة الإطلالة التي طويلة لا يوجد شيء لديه حاجب للرئيس فالصالون لديه الحمام و الطوالة و هي مخصصة للضيوف و هي هذه ما ترى أنها ترى أنها تنجزتني و هي كالرهبين فالفكرة يمكن أن تصل إلى الإنسان و شاهدوا معركين ما ترى أنها ترى بالنسبة للثقاف كل ما ترى فيه ديكورات مختلفة من جبس من إنارة و كذلك إنارة الاسبوت و من هنا تنحي جميع الحرافين مثلا الناس الذين يختمون في القبس الناس الذين يختمون في البني بالنسبة للمطبخ وهو مطبخ اللي فيه الفوق و هناك ثلاثة طوابق فيه الفوق و الوسط و الطابق و كل ما ترى مثلا التلاجة و كل مطبخ و ليس غير هذا ما زاد هذا المطبخ الشامع هو أنه يوجد هنا بلقون نذهب و نعود للثامن الثامن عندي مقتلح في هذا العقر اليوم فهو 460 ألف درام بالنسبة للطابق الرابع أما بالنسبة للطابق الأول فهو 480 ألف درام ما هو الفرق هو أنه بالنسبة للطابق الأول لديهم واحد لدينا وهي هذه في إطال الإنجازات و بالنسبة للطابق الرابع لا يوجد هذا هو الفرق هنا بالنسبة للغرفة هذه الوالدين فهو غرفة ممتعة في البلاكارات هناك نسان التي تبارك الله كانت مدبوطة هناك نسان التي كانت جيدة بلاكارات لا يوجدون فيهم لديهم لا يوجد كل شيء هناك الحمام هناك نسان هناك نسان هناك نسان و هناك الغرفة الثالثة كما قلت توجد في مدينة مكناس و على مقربة من واحدة من الأحياء المعروفة بمدينة مكناس ألا وهو وحي المنصور غرفة المتعسعة كبيرة زل جزوين كان هناك تناسق إيجابي تناسق مزيان في هذا العقال هناك نسان كانت مدبوطة و هناك نسان كانت جديدة والواجهة تقريبا عند الواجهة تطلال كلها على خارج هذا العمار أقول لكم أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين مع السلامة إلى اللقاء